قالت وكلة سانة السورية الرسمية للأنباء إن وحدات من الجيش سيطرت على كامل المدينة الصناعية في ريف حلب الشمالية وبينما يواصل تنظيم دولة الإسلامية انتشاره في محافظة دير الزور خرجت مظاهرات في مدن مختلفة تحت شعار داعش الخنجر المسموم في العراق والشام استكمل تنظيم داعش السيطرة على حقول النفط الرئيسية في محافظة دير الزور في شرق سوريا وذكر المرصد السوري المعارض أن داعش سيطر على حقل التنك النفطي الواقع في بادية الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور الذي كانت تسيطر عليه الهيئة الشرعية المؤلفة من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب أخرى وذكر المرصد السوري أن حقل الورد الذي ينتج حاليا حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام لا يزال وحده بين حقول دير الزور خارج سيطرة داعش وتسيطر عليه إحدى العشائر المحلية في المقابل أحرز الجيش السوري تقدما في اتجاه مدينة حلب في شمال سوريا بسيطرته على المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة وذكرت وكالة الأمباء الرسمية سانا أنه وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب الصناعية بالكامل ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تمكن القوات النظامية من فك الحصار الذي فرضه مقاتل المعارضة على سجن حلب المركزي لأكثر من عام ما أتاح لها قطع طريق إمداد رئيسي آخر للمعارضين كما يأتي بعد سلسلة نجاحات عسكرية للقوات النظامية في الأشهر الماضية لا سيما في ريف دمشق وفي مدينة حمص سياسيا وزعت استراليا ولوكسنبورغ والأردن مشروع قرار دولي على مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا وقال دبلوماسيون أنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن ستجري مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء الباقين الأسبوع المقبل ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يدعن لمطالب المجلس بإيصال المساعدات الإنسانية فورا ومن دون أي تعطيل ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع ويقضي بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا